فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا التكليف وهذا التشريع ليس غرضه أن يتحمل الناس من المشاق ما لا يطيقون ولا من العناء ما يكهلهم ويتعبهم بل الغاية والغرض تحقيق العبودية الله تعالى بما لا حرج فيه ولا مشقة وهذا الدين دين وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة فليس فيه آصار ولا أغلال ولا فيه إنحلال وبعد عن التكليف والقيام بشرع رب العالمين